والسيد الخوي يقول رواية ضعيفة بس نحن نقبلها هو السيد الخوي في الحقيقة رحمة الله عليه هو والمراجع الآخرين وأساتذة الحوزة لا يبحثون في التاريخ لا توجد مادة للدراسة في التاريخ بالحوزة دراسة مو قراءة كتب وتأليف سطحي أنا مقلب قبل خمسين سنة أقلبت كتب عن التاريخ عن يوم الحسين وعن يوم الصادق وعن فاطم الزهراء وعن كذا بس كلها تأليفات ما أدنى منج ألمي حقيقة أنا عندما راجع كتب اللي ألفتها بالسبعينات وبالثمانينات عن السيدة فاطم الزهراء ولا عن إمام الحسين ولا عن إمام الصادق كلها ما نعرف كون نأخذ المصادر بالصراحة يعني ندرس بس ماك واحد يعلمنا علماءنا ما راجعنا ما يعرفون ما يعلمنا ما داخلين جامعات إحنا فنشعنا بهذا الجو السيد أبو القاسم الخوي أيضا أنا أخذ علي ما أخذ أنه ما باحث موضوع الإمامة هو يكتب هذا الشيء أنه هؤلاء أختصبوا الحق الإمامة ولكنهم كانوا ما كانوا مناصبين لأداء للإمام علي والفاطم الزهراء فقط هاي الجملة قائلة في كتاب فق الشيعة وفي كتب أخرى نقليها واحد عنه آخر طيب السيد الخوي باحث موضوع الإمامة لا هي عقيدة الإمامة وأن أقوال الأئمة مثلاً إمام الباقر والصادق حجة حجة من الله تعالى ويبني عليها الكلام سواء في الموقف من القرآن الكريم والموقف من تحريف القرآن مثلاً أو الفقه أن كلام الإمام الباقر والصادق هذا كأنه كلام الله هذا يسموه يعني القاعدة الأساسية للعقيدة الإمامية التي يبتني عليها الفقه المعامل فيه طيب السيد الخوي مباحث هذا الموضوع ولم أجد أي بحث له في أي مكان هو وغيره بقية الألماء صدقوني أيضاً ما يبحث باعتبار عن مسلمات هذه المسلمات كيف حميل المهاجر عنده كسر الضلية أو مدري أسقاط الجنيه هذه المسلمات بديهية ويبكي ويصرخ ويسب ويشتم ويلعن ويتبرى ويشكك بالنسب السيد الخوي كنا على سنة السيد الخوي قال هذه أو بكر عمر لم يكون ناصبيين كانوا يحبان إمام علي ويحبون يحبون فاطمة الزهرة فإذا كان السيد الخوي يقول مثلاً الإمامة ليس صحيحة ولا يوجد نص على الإمامة ولا يوجد دليل على الإمامة ماذا كان يقول له هؤلاء الرواديد والمهرجون والخطباء والغوغاء غوغاء حقيقةً لا يوجد بحث علمي وما يسمحون ليس أحمد الكاثر لا سيد الخوي إذا يأتي يتكلم يقوم بحث علمي ويسقطوه وظهر المظل كما سقطوا سيد فضل الله ماذا يظهر المظل؟ كفر بالله؟ كفر بالنبي محمد؟ كفر بالقرآن؟ لا قضايا تاريخية هؤلاء أساس الدين أساس المذهب لكن ماذا يحدث إذا قلنا فاطم زهراء لم تضرب ولم تأصر ولم يكسر ضلعه ماذا يبقى من المذهب؟ يقول لك لا يبقى شيئاً بعد ماذا يجب أن تبقى هذه الأحقاد والأساطير عندنا دعنا نرجع للقرآن نكتفي بالقرآن نكتفي بثقافة أهل البيت الأصيلة الثقافة الشورى إذا قلنا الإمام علي لا يوجد ناس على له ولم يكن مع أي من قبل الله سينقص من وزن الإمام علي لم يكن ينقص من وزنه لذلك المسلمين انتخبوا انتخبوا الإمام الحسن انتخبوا الإمام حسين بدون ناس الشخص الإمام علي والشخص الإمام علي كانوا علماء أبرار زهاد و أباد و مجاهدون فالناس اتباعوهم وصدوا قدوات إنا وهم الآن لا موجودين يعني كل هذه الأمة التي نتعارك عليهم قبل ألف سنة ألف و ثلاثمائة أربعمائة سنة يمكن كان لهذا النزاع معنى لأنه موجودون أشخاص مثلا معينون و تعالوا والوهم لتوالون ذاك و تعالوا الدولة العباسية و تعالوا الدولة الفاطمية أو تعالوا الدولة الكرهية يعني في زمن الأمة هذا الكلام شوية إلى معنى أما بعد ذهاب الأمة نحن نجي بعد ألف سنة نتعارك على الشغلات على أن هناك نص الأمة لهم لا يوجد نص سموا ماذا؟ ما هي ثمرة العملية لهذا النص ثقافة الأمة فكرهم ألمهم نحترمها و نقدسها و نقدرها و نأخذ بها ولكن النتيجة العملية كيف نواليهم مثلا ما يمكن نواليهم الآن نحن عندنا شورى عندنا انتخابات جلت قبل اليوم انتخابات عندنا فإذا نحن نعمل الآن الشيعة في العراق و في كل مكان يعملون بمبدأ الشورى و الله ترك القرآن والسنة النبوية و نحن شورى النظام السياسي يقوم على الشورى لا يقوم على النص ولا على تعيين ولو بعض المراجع أو الفقهاء و يدعون أنهم أيضا نواب عامون يعني يعني مو خاصون المهدي ما معينهم بالاسم مثل النواب الأربع مثلا لا أي واحد فقيه أوتوماتيكيا يصبح هذا نائب الإمام نائب عام و عندنا مئات آلاف العلماء اللي هم الآن يدعون نواب الإمام و واحد يرد الثاني واحد يفسق الثاني و واحد يكفر الثاني و واحد يضل الثاني و كل واحد يقول لك أنا نائب الإمام إذن هذا الإمام وينه؟ الإمام الغائب قد تكون دليل على وجوده و على ولاته لا ما عندنا دليل هم يقولوا ما عندنا دليل لأنه ما نفترضه افتراضا وهميا ذهنيا نائب إذاً شكرا